رغم التهديدات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني أجرى في الخليج العربي مناورات حربية وفق ما كشفته وكالة الأنباء الإيرانية التي زعمت أن المناورات جاءت بهدف التصدي لمواجهة أي تهديدات محتملة، بينما وصفتها تقارير غربية بالنشاطات الاستفزازية وكالة رويترز أوضحت أن نحو مئة سفينة شركت في المناورات، من بينها زوارق صغيرة مضيفة نقلاً عن دبلوماسيين أمريكيين أن ما قامت به إيران بمثابة رسالة إلى واشنطن التي تواصل الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران خاصةً وأن المناورات تأتي في تقديم لموعد مناورات سنوية وسط تصاعد للتوترات مع واشنطن القيادة المركزية بالجيش الأمريكي كشفت أنها رصدت تكثيفاً لنشاط البحري الإيراني الذي امتد إلى مضيق هرمز الممر المائي الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري بإغلاقه بينما تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة عزمهم تأمين حرية الملاحة في المضيق محذرين طهران من مغبة إغلاقه محللون أشاروا إلى أن زيادة النشاطات البحرية الإيرانية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان وأخيراً باب المندب عن طريق الحرس الثوري والميليشيات الحوثية باتت الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام إيران لتصدير أزماتها الداخلية ومحاولة ابتزاز مكشوفة للحصول على مكاسب دولية للتخفيف من الأزمات الداخلية